قام غبطة البطريارك بيرباتيسة بات سبالة بطريارك القدسي للاتين خلال الأيام الماضية بزيارة رعوية إلى مدينتي شيكاغو ونيورك للمشاركة بمؤتمر الأساقفة الكاثوليك وتضمن البرنامج زيارة المعهد الكليريكي في مدينة ووندلن بهدف توطيض علاقاته مع المعهد الكليريكي في بيت جالة تل ذلك لقاء مع العائلات المسيحية المقيمين هناك كما ترأس قداساً إلهياً في كنيسة رعية العذراء في مدينة شيكاغو بحضور أبناء الرعية والكهنة وفرسان وسيدات القبر المقدس وشارك غبطته خلال الزيارة في مؤتمر الأساقفة الكاثوليك الذي عقد لتوحيد وتنصيق النشطات الروحية والإنسانية لمسيحي أمريكا كما زار البطريارك بيت سبالة رعية الرعي الصالح في مدينة نيويورك وترأس قداساً إلهياً بمناسبة عيد يسوع الملك ومنح غبطته سر المناولة لعدد من أبناء الرعية